علي قرام المرسلة علي قرام فتسمتي ونحق لك علي قرام ومزح جموع المرسلة علي قرام فتسمتي ونحق لك علي قرام ووضحت الموعد لمن يتحرك علي جرام من ترمديني ورحلت علي جرام وعلي جرام علي جرام سلام كبير جو من نصر بلدنا وحمية ومطاهرة من المخدرات والجريمة والضعارة يعني بس يوني باشا يعني الامن والامان يعني الشرطة بخدمة الشعب والشعب يجلع عشان الشرطة واسمع سلام رافة العجال لما محمود عبد عزيز فتح الراديو لك مصر غالبات لي كله تمام يا باشا الحمد لله من قبل مش مستتم والنفوز مش صافية وشكلها كده عركة كبيرة من أهل العريس وأهل العروسة وهنصر على العرجة من 30 محضر يا عم اختفى إمتى؟ بجموعة عدو 30 ألف مبروك يا عريس ألف مبروك أمارفل العروسة يا لتني ما سألت؟ أهل الوسائل يا باشا وعدتك ودي إيوة ألف مبروك أهل المبروك ألف مبروك إيه أخواني بالبلد مقلوبة بره ملكم إحنا جيين يهدي النفوس معدين يعني أنتو برده أهل وحبايا ومهما كان دلالته العمر روّقه روّقه لما أخذ سعادت الباشر الفرح بصراحة ما يليش بمعام سعادتك ولا بمعام ابني كمان تخلى رعابتها زي السمسيمة إيه أنا دا إنتا الكلام المسيخ اللي بتقوله دي؟ أيوا دا سؤال مهم إنت أقصد إيه بالكلام المسيخ دي؟ بزمتك يا سعادت الباشر لو أنت بتجوز بنتك تستخسر فيها نانس عجم لا اللي استخسر في بنته حاجة يبقى راجل لاقص واطي ومعافل إيه؟ إحنا جايين نهدي النفوس إيوا الله أكبر سعادت الباشر على الحقيقة يا راجل يا معافل تكلم الحجر يا نيتين تكلم الحجر يا تحفر يا تكلم الحجي هتقول دا مرمتك مش هاين عليك تبيع إيرات من الإيراتين اللي حيلتك عشان خطر تعمل فرح بنتك يا أخي تحرق الإيرات هو في أغنى من الضلح إيوا قوله يا باشر بدل يعني ما كان يطول لسانه ويقل في أدبه بالشكل دي؟ كان دفع مهر عالي إليك ببنتي لأ كده الكلام اختلف هو دفع كام؟ مجلول لأ هجول دفع خمسه بيتجلعي صراحة يعني دا مبلغ غليل فعل معلش يا حاجة ما انت مرضى بتشتره راجل هي كمان ما تساويش أكثر من كده لا 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 يا جماعة بقى كده عارفين المنطقة اللي احنا فيها دي؟ منطقة أعراض أعراض أمري انت فاكر ايه؟ هي حصلت أعراض ايه الأعراض طب هو عالي باجا كده يا باشر ايه الأعراض داخلنا في الأعراض يلا 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 ايه يا اخواننا اللي بيحصل ده مش كده؟ يا جماعة اهدوا بلاش طردتوا ما ينفعش اللي بيحصل ده متحسشونيش هنا للسبب مش عشان فاكرنا مع معدد كلمتين ده انتوا أهل وحماير خمسة وثلاثين محضر يا أخواننا مش كده هيصحش حاجات تفوة تأثر فيك ايه يعني المهرة خمسونيج جنيه؟ حصل ايه؟ فرح زمالة يا عديد فيك عال 18 محضر انت يا بلدينة 19 محضر ايه بلدينة دي انت متعرفنيش ولا ايه؟ لا والله ما حصليش الشرف انا المخبر اول سباعي السباعي المخبر الخصوصي ح الظابط بسيوني راح الامل في المنطقة كلها قلت الظابط بسيوني؟ ايوا الظابط بسيوني البشاير بنت من اولها لكن ما قلت ليش انت مين بك؟ لا انا فضلت خيرك الليوة نجدت يا حيوان ايه يا طريس انت ماخذة يا باشا الليوة فحاله وبعدين ما الراجل صلح غلطيطه هو يعني ويتنير على عينه وجوزه فين سبع البرومب الظابط بسيوني بتاعك؟ بيولحها شو يا فندم عشان نسترزق نسترزق في ايه؟ نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضو خير للداخلية كلها والله ايوا قلتني انك مخبر ايوا مخبر انت بقيت عسكري نفر خش وريني الزابط بسيوني فين؟ ما دام عسكري نفر خش لوحدك خش يا حيوان قدامي مش داخل ايه شي انت بقى يا عسكري مش انت بقى هين بس؟ مش انت بقى هين بس؟ ايه مش انت بقى هين بس؟ يا دماعة كده ما ينفعش هو عشان بصدفاته مع باك ما انت اوصولي يا معفل قالك يا ناتر يعني اشتكيمة وقت رزاق ايه بوعدك مش تعمل ايه يا حزابط بحفل ماذك باشا؟ تمام يا فندم بتقل لي جابة انت واقف هين بتعمل ايه؟ بنفصل التوتر عشان الهدوء يا فندم خميها بش هادر والنازل تبوض بعض وانت واقفش تتفرج يا حزابط انت هانت انا بتضرب الكورسي على عارفك وعبيتك في العبس يا فندم لو تسألني في المواقف اللي زي دي اقولك الحكمة احسن من العنف دول بيتخلقوا من ستة ورغة اديهم خمس دقايق هيناموا انت هتصرف هل هتصرف انا نفصل باشا اصرف بصورة حزابط تمام يا فندم اصرف بصورة تباقصوا 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 اصرف تباقصوا نرى拍ه شكرا